فما أكد وزير التموين دكتور علي المصلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمحة يكفي نحو أربعة أشهر ونصف وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تستهدف استلام أكثر من خمسة ملايين طن قمحة خلال الموسم الحالية ليكفي الاحتياطي الاستراتيجي حتى يناير المقبلة وأضف المصلحي أن الوزارة مع بدء موسم توريد القمح المحلية خفضت معدل استيراد القمح موضحة أن هناك اتصالا مع كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا لتنوع مصادر الاستيراد كما أنه جاري عقد اجتماعات مع استراليا لاستيراد القمح ضمن خطة تنوع مناشئ الاستيراد